شارك السعادة الدكتور عبدالطيف براشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب حيث بحث الوزراء عددا من القضايا والمسائل المتعلقة بمسيرة العمل العربي المشترك والتحديات التي تواجه الوطن العربي والأوضاع السياسية والأمنية في عدد من الدول العربية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاه القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية كما شارك سعادة وزير الخارجية في اجتماع مجلس جميع الدول العربية على المستوى الوزري في دورته غير العادية بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي والذي عقد بناء على طلب من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وقد وافق المجلس الوزري لوزراء الخارجية العرب على قرار تقدمت به جمهورية مصر العربية أكد على أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء ليتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل كما أكد القرار على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وأعرب القرار عن القلق إذا أتعثر المفاوضات بسبب المواقف التي تبنتها أثيوبيا وما أعلنته عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي والذي قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان خاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الرصيروس وطالب القرار إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد كما دع القرار مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد نهضة يراعي مصالح الدول الثلاث هذا وقد أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري عن تهانيه لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة حصولها على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة من 2022 إلى 2023 كما عبر المجلس عن الشكر للجمهورية التونسية على جهودها في الدفاع عن القضايا العربية والعمل على تعزيز التعاون بين جامعات الدول العربية والأمم المتحدة خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن للفترة من 2020 وحتى 2021